رندا دايماً إحنا لما نكتسب وزن للأسف بنلجأ لأسهل طريقة كيف أنا بقدر أنحف بأسرع وقت ممكن بس ما بنعرف إنه مش كل الأنظمة الغذائية بتزبط مع كل الأشخاص كل شخص بحسب تركيبة جسمه بحسب الامبادي أناليسيس تبعه اللي هو بيشمل قدي أنا عندي كتلة دهنية بالمقارنة مع الكتلة العضلية بنقدر إنه نحنا نحدد شو أنسب نظام غذائي لازم هذا الشخص يتبعه لحتى نحكي بطريقة أبسط هلا إحنا اليوم بنزيد بالوزن فأنا بقرر إنه بدي أاجي أخسر وزن بسمع إنه صاحبتي عملت صيام متقطع واستفادت كتير عليه فأنا خلاص لازم أعمل صيام متقطع لأنه هي نزلت عشر كيلو بفترة كتير قليلة فأنا لازم أنزل بنفس المقدار ولكن للأسف مش هيك اللي بصير أبدا أول شيء قبل ما نحنا نقرر شو النظام الغذائي اللي بدي أمشي عليه لازم إنه نحنا نعمل تحليل للتكوين الداخلي تبع الجسم الصيام المتقطع فقط بفيد الأشخاص اللي عندهم كتلة عضلية عالية وكتلة دهنية عالية يعني إذا أنا عم بقبل على البرنامج الغذائي وبيدي أضعف ولكن أنا عندي كتلة دهنية وكتلة عضلية عالية أنا رح أقدر أستفيد من الصيام المتقطع والسبب إن الصيام المتقطع بيعتمد على كمية العضلات اللي موجودة عندي بالجسم اللي هي بتحدد قديش الجسم بيحرق سعرات حرارية بفترة معينة اللي نحنا بنسميها البيزل متابوليكريت قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية بدون بذل أي مجهود بدني أنا لما أكون قاعدة خلال اليوم لمدة 24 ساعة أدي جسمي بحرق كالوريز خلال هدول الـ 24 ساعة هذا نحنا بنسميه البيزيك متابوليكريت اللي هو أديش الجسم مؤشر الحرق الأساسي أديش الأساس أنا عندي بالحرق لما يكون عندي أساس الحرق عالي مثل الأشخاص اللي عندهم كتلة عضلية عالية هن هدول الفئة اللي رح يستفيدوا من فكرة الصيام المتقطع ولكن الأشخاص اللي بيبلشوا بكتلة عضلية ضعيفة مع اتباعهم لحمية الصيام المتقطع للأسف رح يخسروا كتلة عضلية أكبر بدل ما يستفيدوا بخسارة الكتلة الدهنية وهلأ رح نحكي لهم إذن بتقولي لازم الواحد يكون يد كيف أنا بدي أعرف إذا أنا عندي كتلة عضلية أو ما عندي كتلة عضلية هذا هون بيجي دور الفحص إحنا بنعمل الفحص باستخدام جهاز مختص هذا الجهاز بيقيم قديش الكتلة العضلية عندي وقديش الكتلة الدهنية عندي لنعرف شو النسب الطبيعية الطبيعي عند النساء مقابل كل كيلو عضل يكون في عندي نصف كيلو دهن أما للرجال فالطبيعي مقابل كل كيلو عضل يكون في عندي تلت كيلو دهن والطبيعي خلال نزول الوزن إنه أنا بس أنزل عشرة كيلو بالدهون من المفروض إنه أنا أنزل معاهم كمية من الكتلة العضلية واللي هي عادة بتكون التلت فتلاتة كيلو عضل فإذا نحن عملنا برنامج غذائي نزلنا فيه العشرة كيلو دهن ولكن حافظنا على الثلاثة كيلو عضل هذا يعتبر أفضل نظام غذائي لأنه أنا كأنني اكتسبت ثلاثة كيلو عضل أنا كان مفروض أخسرهم فبالتالي هاي تاني طريقة أو تاني خطوة لازم نحن نعملها عندها قبل ما نقرر شو النظام الغذائي فأنا أول إشي بقرر أول إشي بفحص الجسم بشوف أدي عندي فات أدي عندي عضل أدي عندي دهون بعدين بقول طيب هون لازم أعرف شو النظام الغذائي اللي يعتبر أنسب لجسمي للأشخاص اللي حابة تتبع فكرة الصيام المتقطع هو برنامج غذائي كتير رائع ومش بس فكرته إنه هو بساعد على تنزيل الوزن ولكن هو كمان بيقلل الالتهاب بساعد على ضبط مستويات السكر بالدم إذا نحن تناول الأكل خلال 8 ساعات اللي أنا بأكل فيهم بالصيام المتقطع بيكون بتنظيم مش إنه أنا بحرم حالي من الأكل بعدين بأكل كمية كتير كبيرة مفاجئة لا أنا بأسم وجباتي بحيث إنه حتى بالتمن ساعات أنا عم بعطي نسب طبيعية من النشويات وإدخالها على الجسم بيكون تدريجي لحتى ما أرفع مستويات السكر بشكل مفاجئ فهي تاني شغلة بدي أعملها عند الصيام المتقطع وثالثاً رنده والأهم إنه معظم الأشخاص اللي بتعمل صيام متقطع ما بتلعب رياضة وللأسف هذا بيؤدي إلى خسارة فقط في الكتلة الدهنية مع برنامج الصيام المتقطع الرياضة تعتبر أساس لأنه نحن لو بس نصوم خلال ساعات طويلة الجسم أذكى منا بيصير الجسم يعتقد إنه إحنا عم بنفوت بحالة من الجوع المفرط فبيبطل يحرق نهائياً الدهن وبيصير يستخدم العضل كمصدر للطاقة بإمرجنسي ستيت إحنا فتنا بحالة خطرة للجسم هذا الإشي غير طبيعي بالنسبة إله فبالتالي بيصير يحرق العضل ويحافظ على الدهن فقط شيء واحد بيخلي الجسم يوقف هاي العملية ويكمل بحرق الدهون واللي هي ممارسة الرياضة لأنه الرياضة بتعطي الجسم الأمان إنه لأ إحنا فقط عم بنقلل السعرات الحرارية وما عم نحرم الجسم بسبب الجوع المفرط فبالتالي الجسم بفوت بالحالة الطبيعية أنه بيصير يستخدم الدهون ومخازن الدهون كمصدر للطاقة خلال السيام المتقطع هل فيه وقت مفضل لممارسة الرياضة؟ يعني مثلا هذا الشخص بدي يصوم 8 ساعات وبيدي يصوم 16 ساعة صح إمتى أفضل شي يعمل الرياضة؟ أنا دايماً بنصح الرياضة تكون على معدة فاضية دايماً إحنا بس نلعب رياضة على معدة فاضية بنصير نحفز الجسم أكتر أنه يستخدم الدهون المشبعة كمصدر للطاقة فكل ما بكرت الرياضة أكتر وكل ما كانت على معدة فاضية أكتر ومباشرة قبل ساعات كسر الصيام لحتى أنا ألعب الرياضة بأخذ قبليها شيء بيساعد على تنشيط الجسم مثل الفيتامين سي أو الأل كارتين بلعب الرياضة ومباشرة ما بعد الرياضة بتكون وقت كسر الصيام بأخذ كوب لبن أو كوب حليب لنأخذ بروتيين طيب هلأ رند دائماً بتقولي أنه هو مش نظام هو يعني زي ما تقولي توقيت لديت بتكوني عامل تي يعني عشان واحد ما يأكل شو ما كان صح يعني لازم دائماً يكون يعني هو مع حمية غذائية زائد الصيام المتقطع طبعاً بتعرفي لندا فكرة الصيام المتقطع مش أنه أنا أخب بكل السعرات الحرارية وأروح أكلها بست ساعات ما هو بالنهاية نفس الشي الجسم بيعتمد على مجموع السعرات الحرارية لأنا بأكلها لحتى يزيد أو يخسر بالوزن كل سبعة آلاف سعرة بيساووا نص كيلو فإذا أنا أكلت سبع آلاف سعرة زيادة خلال فترة الصيام المتقطع رح أنصح ما رح أضعف بس الفكرة من السيام المتقطع أنه نحن نعطي الجسم وقت للراحة نعطي الأعضاء الوقت أنه عن جد ترجع تستشفي وتجدد الخلايا الموجودة عندها وترجع تحرق السعرات الحرارية بطريقة صحيحة ترجع أنه هي تتخلص من السموم الموجودة عندي ومتراكم عندي بالجسم بطريقة صحيحة بعطي الكبد الوقت أنه يرجع يفلتر كل الموجود عندي بالجسم ويفلتر السموم خارج الجسم بعطي الكلا الراحة أنها تقدر ترجع تشتغل من أول وجديد ولكن كله بيعتمد بالنهاية على السعرات الحرارية ففكرة الصيام المتقطع أنه بما أنه أنا عم بضيق الوقت اللي أنا عم باكل فيه خلال هذول الأربع وعشرين ساعة أنا بدي أستثمر هاي الفرصة أني أقلل السعرات الحرارية وعدد الوجبات اللي أنا باكلها فهي مش فكرة أنه أنا رح تضيقت وقت الأكل بس أكلت كمية أكبر هي تضيق الوقت رح يساعدني أنه أنا أقلل كمية السعرات الحرارية وعدد الوجبات اللي أنا رح أكلها فبالتالي رح يساعد بتنزيل الوزن تضييق الوقت رح يساعد الجسم أنه أنا في عندي ساعات كتير طويلة بدون ما يكون في عندي مصدر للسكريات والنشويات عم بفوت للجسم فالجسم بده يصير يفتش على مصادر أخرى لما يكون في رياضة هون الجسم بصير يستخدم الدهون المشبعة كمصدر للطاقة بصير يستخرج الطاقة من الدهن بحيث أنه هو بيكسر الخلايا الدهنية الموجودة عندنا وبحول هذا الدهن لنشاء لحتى يستخرج منه طاقة بعملية تسمى gluconeogenesis نحن ننتج مركبات جلوكوس من مصادر غير نشوية من مصادر دهنية فبالتالي أنا بستفيد منها بشكل أكبر وكمان من أهم فائدة للصيام المتقطع أنه نحن على فكرة عندنا معظم الدراسات بتربط فكرة تقليل السعرات الحرارية مع طول عمر الخلايا يعني كلما نحن أكلنا سعرات حرارية أكتر كلما السليلر لونجيفيتي قديش هاي الخلية بتعيش لفترة أطول بيكون أفضل فالأكل الزايد مش مش أشي زيد زمان كان يحكوا ما بتاكل إلا الصحة يعني اللي صحته كتير منيحة بالعكس أنه هو اللي بياكل أكتر وبيكون صحي أكتر للأسف هذه مفاهيم كتير خاطئة السعرات الحرارية بتأثر بطريقة سلبية على الجسم كلما أنا باكل أكتر كلما في عندي عمليات كيميائية أكثر عندي بالجسم كلما الجسم بيصير يهضم كلما في عندي خطر لتناول سموم أكتر لتناول مواد حافظة أكتر أملاح أكتر بحطعب أكبر على الجسم فالجسم بيشتغل أكتر فالفكرة تقليل السعرات المقرونة مع فكرة تقليل وقت الأكل والويندو تبع الأكل بيأدي إلى فائدة من ناحية أنه أنا بقلل مؤشر الالتهاب عندي بالجسم وكمان بعطي الفرصة أني أنا أقلل السعرات الحرارية فبالتالي أطيل عمري الخلية منقدر نعتبر أنه المشي رياضة بتكفي ولا لازم يكون رياضة أتقل المشي على فكرة رندا يعتبر رائع لأنه إحنا دائماً لما نجي نحكي عن الرياضة في عندي نوعين من الرياضة في الرياضة اللي بتساعد على بناء الكتلة العضلية والحفاظ على الكتلة الدهنية نحن بنسميها أنابوليك أكسرسايزز أنا ببني الكتلة العضلية وبحافظ على الدهون وفي عندي الكتابوليك اللي هي cut down أنا بكسر الخلايا الدهنية ولكن بحافظ على الكتلة العضلية المشي يعتبر من الرياضات اللي هي تعتبر لفترات طويلة ولكن بنفس الوقت عدد طرقات القلب بضل مستوي باستمرار فبالتالي بيصير يحفز الجسم على استخدام الدهون كمصدر للطاقة أكثر فالرياضات اللي فيها ماشي أو فيها أي نوع من الحركة ولكن على نفس المستوى لفترات طويلة هي الرياضات اللي بتأدي إلى نزول الدهن والحفاظ على العضل أما العكس الرياضات اللي فيها فترات قصيرة ولكن مجهود بدني كتير عالي بتساعد على بناء العضل والحفاظ على الدهن حالو جد معلومات رائعة جدا